موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا بكم في موجزا لأهم الأنباء أعلنت قوات الشرعية سيطرتها على جبال الرابعة بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة شمال البلاد وأكد ليمن شباب أركان حربة لواء التاسع حرس حدود العقيد محمد هادي العم لسي أن وحدات عسكرية من قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على جبال الرابعة الشرق مديرية الحشوة بمحافظة صعدة وأوضح العقيد أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا كما تمكن الجيش الوطني من أسر 12 حوثيا وذكر أن أربعة من جنود الشرعية استشهدوا خلال المواجهات وجرح ستة أخرون يأتي هذا في وقت تذيق قوات الشرعية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي على ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة مسقة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي أعلن الجيش الوطني استعادته مناطق جديدة في مديرية حيران عقب معارك ضارية شنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية هذا وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مزارع الحراملة ومواقع على الشمال منها بعد معارك عنيفة مع الميليشيا تكبدت خلالها خسائر في الأرواح والعتاد هذا وأشار المصدر إلى أن الجيش استعاد أيضا أسلحة مختلفة من بينها عربة عسكرية كانت بحوزة الميليشيا هناك قتل ما لا يقل عن ثلاثين عنصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية واصب آخرين في معارك شنها الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من وادي ومنطقة فتحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والمقاومة مسندة بين مقاتلات التحالف العربي تواصل تقدمها الميداني في مديرية الملاجم وأصبحت على مشارف منطقة البيض هذا وقال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح حرص القيادة الشرعية على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث في ظل استمرار الاعتداءات والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وبدعم وتمويل من إيران وشدد الفريق أيضا محسن خلال لقائه في حضر موت محافظ محافظة البيضاء قائد محور البيضاء اللواء ناصر الخضراء السوادي على مضاعفة الجهود والعمل على استكمال المهام العسكرية بالتزامن مع عملية البناء وتثبيت الأمن في المناطق المحررة هذا وهنأ نائب الرئيس محافظة البيضاء على الانتصارات التي أحرزها الجيش الوطني مؤخرا في مديرية الملاجم ومناطق أخرى من المحافظة دعا محافظ المهرى راجح سعيد باكريت شيوخ القبائل في المحافظة إلى لعب دور في توجيه السكان نحو التنمية وخدمة المصلحة العامة جاء ذلك في كلمة الله خلال اللقاء الموسع الذي نظمته السلطة المحلية لزعماء القبائل والقيادات الاجتماعية كرسا لمناقشة وتدارس أوضاع المحافظة إلى هنا نصل وياكم إلى ختام الموجز ولكن بالتأكيد الأخبار لا تنتهي سأعود وألقاكم في نشرة مفصلة في أمان الله اشتركوا في القناة